التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي السكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتارش على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التساع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السكرتير العام مؤكدا الحرص على موصلة تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة وقد عبر السيد جوتارش عن تقديره لحكمة الرئيس السيسي وسياسة مصر الرشيدة في التعامل مع القضايا والتحديات الدولية والإقليمية ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي وفي أفريقيا كما سمن وزير الخارجية مواقف السكرتير العام للأمم المتحدة والمنحزة دائما إلى جانب مبادئ القانون الدولي وتطبيق معايير واحدة تجاه مختلف قضايا المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطع غزة فضلا عن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر في المنطقة والعدوان على سيادة لبنان الشقيق وهو النهج الذي يقود المنطقة إلى الهاوية وتطرق وزير الخارجية إلى قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي حيث شدد على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها كما أكد رفض أي ممارسات أحدية تضر بمصالح دولتين مصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود ترجمة نانسي قنقر